الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله عز وجل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة فصلوات ربي وسلامه عليه الحمد لله رب العالمين أكرمنا بدينه وأرشدنا إلى سبيله وهو القائل سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها الإخوة المسلمون إن الله عز وجل أخبرنا في كتابه الكريم أن الناس جميعا سيسألون يوم القيامة فقال سبحانه وتعالى فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين وأخبر سبحانه وتعالى أنهم سيحاسبون يوم القيامة عن أعمالهم يقول سبحانه وتعالى ونضع الموازين القصط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وقد أرشدنا الله سبحانه وتعالى إلى الاستعداد لذلك الموقف المشهود يقول سبحانه وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله ويحذركم الله نفسه من رأفته سبحانه وتعالى بهم أن حذرهم نفسه وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحيم بأمته يوجهها إلى الاستعداد للحساب فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس الله قد قال فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك العرض إنما ذلك العرض وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن النجاة في محاسبة النفس وصدق المراقبة لله سبحانه وتعالى في الخطرات واللحظات فمن حاسب نفسه في الدنيا خف يوم القيامة حسابه وحضر عند السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن غفل ومن غفل عن محاسبة نفسه دامت حسرته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وعظمت يومئذ كرباته فلا تغفلوا رحمكم الله تعالى عن محاسبة نفوسكم في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها حتى لا تنقضي لحظات العمر النفيسة في الضياع واذكروا قول ربكم سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا كَدَّمَتْ لِغَدْ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فالكيسُ مَنْ خَلَى بِنَفْسِهِ في آخر كل يوم يحاسبها فيما مضى ويشارطها فيما سيأتي يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ويقول أحد الصالحين لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه عباد الله واعلموا أن النفس تستقيم بالمحاسبة على شرع الله سبحانه وتعالى وتلين في طاعته وتطمئن إلى ذكره وتستأنس بحضرته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ومعنى قوله من دان نفسه أي حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لمحاسبة أنفسنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يثيبنا ثواب المحسنين وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله أستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا كل التعبير يكون ل الله سبحانه وتعالى نحن 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 نريد منه 8. ونسألنا لأسفلته. أتفضل أنه لا يوجد الناس لأنه يتبعون إلا الله سبحانه وتعالى فقط الذي لا يوجد اشخاص ويقول بسم الله الرحمن الرحيم والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولائك هم المفلحون ويقع في ذلك اليوم، اليوم الرحمن الرحيم ويقع في ذلك اليوم الرحيم ستكون مددًا بأسفلته في مدد المساعدة. أو مسلم، أتفضل أن تفكر من الله سبحانه وتعالى وأن تخاف من اليوم عندما ستكون مددًا إلى الله. نقول سبحانه وتعالى ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرًا على اليوم عندما ستكون مددًا مع كل جيد الذي يفعله لذلك نستطيع أن نقوم بالتعالى لذلك اليوم الرحيم بإعطاء الله ويستطيع أن تشعر المساعدة ويستطيع أن تشعر المساعدة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قلت أن تتعلم الناس عن اليوم الرحيم عن اليوم الرحيم ويقعنا أن نعطي الله لذلك لا تتعالى الله تعالى عن اليوم الرحيم وكيف سيكون مددًا وكل أحد يتعلم ويستطيع أن يأخذ لهم أجل ان يكون مددًا أجل الذين يعتمدون من الله سبحانه وتعالى لذلك يجب أن يعتبر أن تتعلم أن يساعد يمكن أن يكون كل أحد الذين يتبعون القرآن والسنة الله صلى الله عليه وسلم والذين يتبعونه على هذا الجانب الذي يتبعونه من يتبعونه سوف يكون في سرعة لنفسه لذلك يجب أن نسألنا عن كل أجل كل أجل وكل أسلح وكما يسبب الواقع الزراج في اليوم الأخير يجب أن نسألنا نفسه وضعنا نفسه لذلك نسألنا الله سبحانه وتعالى لإمكاننا نسألنا وإن أن نكون جيداً مسلم وإذا أعلم عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر مدى به بنفسه وثن بملائكته المسبحة بقدسه فقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صل علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً اللهم إنا نسألك أن تجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الأطهار الطيبين وعلى صحبه الكرام وارضى اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك أبدا حتى نلقاك وأسعدنا بتقواك اللهم إنا نسألك صحة إيمان وإيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموت المسلمين عباد الله اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون